تأهلت جمعية وهران إلى الدور ربع نهائي من منافسة كاسي الجمهورية بعد فوزها على جمعية أشلف بهدف لصفر بملعب الحبيب بوعقلب وهران لتواجه بذلك الجمعية نادي بارادو المتأهل بدوره إلى نفس الدور بعد فوزه بصعوبة على ترجي قلمة بركلة الترجيح بأربع لثلاث عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف ترجمة نانسي قنقر